سهل الخير يا شباب. زيكم عمانين ايه? النهاردة هنتكلم عن محاضرة في منهج امراض بطنة. تمام? بس بصوا بق. محاضرة دي خدناها على اوسع على اوسع واكبر في متسير جوان. فانت شور اخدت معنا ايه? متسير جوان. انا شرحها تيبيكل في متسير جوان. طب هنعمل دلوقتي هنقول نفس الشرح. تمام? بس انتركز معي احنا نقول هنا كشور اللي احنا شرحناه. هنتكلم على الكشور احنا اخدنا بتوسع. هنا في الدرس ده او في المحاضرة دي. ان شاء الله هنتكلم على كشور اللي بيحصل في بيبتك ارصر. ايه تفعلنا بين الدودين والسر و جسرك ارصر. فانا هراجع معاك على السريع. اللي انا عازي تكون في هما وحنا قبل ما نخش للترتيب طيب الكوزر ورحفظ في تأكل لو حصل في الدودينال فسميها ايه؟ دودينال آلسر. يبقى انا شقع معي اصلا الاستومك والدودينال. بس انا عارف ان اليروجين ده ممكن يحصل في ميكوزة بتاعت التاجيستف تركت اهو. بتاعت التاجيستف بتاعت بديت بالأوسوفيجاس اللي هو المريه انزع على الاستومك. وطبعا الفيني الاستومك دي فيه الكيرف ده والكيرف ده احنا خدناه خلاصة بلكده. والبيولوريك سفينيكتر وهي الدودينال. لو حصل في الاسوفيجاس اليروجين هي حصل ايه؟ اسمها اسوفيجاس آلسر. استومك او جاستريك آلسر. بايولوريك آلسر. دودينال آلسر. اشطى؟ مافيش حاجة قانية لحد الوقت. طيب عازك تفتكر بقى معي كده شوية. ايه هي الايجريسي فاكتور وايه هي البروتاكتف فاكتور. يعني ايه ايجريسي فاكتور؟ يعني حاجات هجي المعدة هتفرزها. هتسوت لي ان هي يحصل لي بابتك آلسر. اول حاجة الاشي سال ده بتفرز لي عشان يهدو من الاكل. طب لو اتفرز بكمية زيادة هيعمل لي بابتك آلسر. مش هيلاقي اكل ياكله هو عاد ياكل في المعدة. تمام? حاجة اسمها بابسي نوبايل. بس هنراكز النهاردة على الاشي سال. ده بتفرز بكمية كبيرة هيكل في المعدة. هيعمل لي جاستريك آلسر. هيعمل لدودينال آلسر. تمام? تاني حاجة اسمها بروتاكتف فاكتور. ايه البروتاكتف فاكتور دي بقى? حاجات بتحميل المعدة زي مين? زي البيكربونيت او الميوكو بايكربونيت. البيكربونيت ده بيعمل ايه? قال لك البيكربونيت ده بيعادل تركيز الحمد اللي هو اله سيل. بيعادل الجاستريك اسد اللي هو اله سيل. يبقى اله سيل اللي تفرز بكمية كبيرة? لا يجي البيكربونات يحصل له ايه? يكلوه. يكلوه. شان كده مهم ما قوي تكون فاهم الحدتة دي. في حالات الاسموكينج قل يقلل من إفراز اله او يقلل من تركيز اله سيل. طب لو الشخص يقلل بسجاير لا السجاير هتقلل اصلا ان البيكاربونندا يطلع من البنكرياس دل رحلة الدودنم عشان اله سيل يقل. فبالتالي اله سيل هيعلى. فبالتالي شخصها هيبقى رسك للايه? ان هو يجيله بفتكارسر. فهي من الحده دي يبقى تاني. البيكاربونندا بيعمل ايه? البيكاربونندا بيتفرز من البنكرياس يروح خش للدودنم. تمام? بيعمل ايه? بيقلل من اله سيل. طب لو بقي شخص ده بيشرب سجاير لا. لو بيشرب سجاير. فالسجاير اللي بتروح عند البيكاربونددا بيكاربونيت ما تتكونش. او وعد اطلع. لو طلعتك. لو طلعت هنفخك. تمام? فالبيكاربونيت ما يطلعش. نسبة سيكريشن تاع البيكاربونيت هيتقل. فبالتالي اللي هيحصل هيزيد اله سيل في الدودنم. تمام? فبالتالي اله سيل زاد في الدودنم. هيحصل ايه? دودنم القلصر. صحي كده? تمام. يبقى دي كلمنا عن الاجرسي البروتاكتب فاكتور مش هنلغي كتير. انا هتكلمك بس على الفرن ما بين الدودنم القلصر وجاستريك القلصر. جده جده هنتكلم عنهم دلوقتي. بس هنزل فكرك بكم حاجة كده. فاكر الدودنم القلصر في الميت سيرجي وون يكون يبقينوه على ايه? لو مش فاكر افتح الكتاب معي وشوف. ياريت يعني. الدودنم القلصر بيبقى في زيادة في السيكريشن بتاع اله سيل. يبقى في الدودنم القلصر اللي بيحصل في الدودنم القلصر. السبب الاساسي ان فيه زياد الآن. في افراز اله سيل. اله سيل لما يتفرز يبقى بيبقى وقف هنا. لما يزيد افرزه. شا يقف هنا. هيقف هنا. تمام? لما يقف هنا هيعمل ايه? هيعمل دودنم القلصر. خلاص. طيب ت Vegettaб انا عندي دلوقتي اله سيل بيتفرز بكمية支 لليه. أش سيل تبقى وايامل ايه? بيعمل ايه? تعالف اقول معايا بياه دم الاكل. بيعمل ايه? بسعدة فهضم الاكل. طب لو اله سيل آآ موت بكميةكبيرة هيعمل ايه? هيعمل لي بين. اله سيل لو ا هذا ما أولا لا سننسيش احساس كده بحرقان. هنعرف هنعرف دهات البين في الفائدة ما بدهدنا وغسرك. هنالكالعنا دلوقتي. فطب بيكل برضو نكمل على الدودنا. طب انا دلوقتي باكل. باكل كتير. طب عندي ويت جين. خلاص طب. القلم بيجي لي امتى? البين بيجي لي امتى? قالك بصراحة البين ده بيجي لك بعد الاكل. تمام? بعد الاكل حوالي ساعتين او ثلاثة. يكون الاكل خلاص اتهضم. فالليش سئل برضو عملت فرص بكمية كبيرة. خضر الاكل. الاكل خلاص. هدم الاكل وقعد ايش سئل اكل في الاكل التاعي. خلاص. طب ايه اللي هيحصل? مش هلاقي اكل. هيقعد بعد الاكل في ساعتين او ثلاثة هتلاقي ايه? تلاقي في بين. خلاص. بيحصل بزيت في ات نايت. مش هياكل يعني. فبيجي لي بين. خلاص. القلم هيروح ازاي? قلت لها ما هيروح لما ناجل كتير. تمام? طبعا انا باكل كتير. مش باكل كتير. فبيبقى ايه بيحصل عندي حاجة اسمها البليدينج. لو حصل. اه بيبقى ملينا. ايه من اللينا يعني ملينا. يعني Бلاك تاري. هنتكلم عندي لوقتي برضو. بيحصل مع دوشنا بقى قلسر. لكن بقى يجاستر. هنا بقى هيا بيقاشا. هنا بيكون إكريشيون. بتاعلي ايش السئل? لا. سيكريشن يسايلة ايش السئل ايش سئل? اما ما يكون انا من لا يكون. و ممكن يكون هيبو سيكريشن كام نايم. مش لازم يلادو والشسة. طب Almost there? المشكلة هنا هيه? لكن المشكلة هنا الشخص بيحس بحرقان بردو. تمام? لو اكل يحس بحرقان. الشخص هنا لو اكل هنا بيبقى فيه كرحة في المعدة اسمها الكرحة دي طبعا شخص ده بياكل. اول ما ياكل يحس بايه بواجه عليه. الاكل عمل يحك في الايه? في الكرحة ديت. تخيل ان تجيب حاجة عملها تحك في كرحة في جسمك. في ايه لا يحصل? هتحس البين? هتعمل ايه بقى? هتعمل اعمل اعمل عشان البين يروح. في يمنا الحتة دي يبقى اثناء الاكل. فيه كرحة. تمام? شخص مسلا بياكل كتير. تمام? فحمل له كرحة. الكرحة دي او بيغض ننسطوريدة الكتير ننسطوريدة انتفاندر دراكس. هي دي مكون ديكون السبب. عملت له كرحة جاستريك ارسو. شخص انا ما يجي ياكل يبقى فيه بين. ليه بين? ليه بقى فيه بين كتير? عشان الكرحة الاكل عمل لحك في الكرحة فبقى فيه بين. طب البين ده هيروح امتى? البين ده بيحصل امتى? بيحصل بعد الاكل. طب يبقى ويتلس لما شخص انا ما بيبقاش قادر ياكل. تمام? يعني معها فوميتنج. مشهور اول انه هو بقى معها فوميتنج. يبقى ممكن يكون فوميتنج ببلاد. لان فيه هنا كرحة. فيه بليدنج. تمام? ممكن يكون حاجة اسمها يهيمة تيمزز. يبقى يهيمة تيمزز مع الايه جسر اشان هو اصلا فيه فوميتنج. خلاص? اشتهم? تمام? نخش بقى الدرس بتاعنا. درس بتاعنا بقى بيقول لها كيه زي ما احنا قلنا بفتك الثر. يعني ايه? التآكل في بتاع تجيسي سيستم. ممكن يكون زي ما احنا قلنا بالترتيب كده. استومك. اه بايولوريك. سفنكتر وايه? ودودنا. خلاص? بيقولك هنا لو دي تبقى في يعني شايفة الدكتورة حطها هنا لايه? بس ايشتها نقولها? بيقولك ان هنا لو لو ازا بيقولك لو الاختراك ده وصل ديب وصل ديب ميوكوسل ماسل لير. هو وصل ديب قوي في المسل لير هنا بيعمل ايه؟ طبعا لو ديب بطيف حيحد. بعد حيث بفورايشن يجب آمين. حيث ع learned pigment attraction baby if your vet. خلبي لو اخترك إختار البروتنيام كافتيado. ا Stonehenius, pink selects, they can run a big screen rare. يكون بروتينيام يصف مهم. كذلك، ممكن يكون جسيريagens leurs pulse そうة تدين، uff 많 sino دونيان الألثر، يمكن يكون أسفاجة الألثر. بيعتمد على اللوكيشن زي ما احنا قلنا ان هنا الجاستريك ألسر هنا الدنيا للألسر هنا اقصو في جاستريك ألسر خلاص الريسكي فاكتوري الناس الريسكي فاكتوري اني يجيلها بيبتيك ألسر اول حاجة هو الـ H-Pylori Infection H-Pylori Infection ده هو الموست كومون كوزيس أو بيبتيك ألسر جالك في الامتحان قالك ايه هو الموست كومون كوزيس أو بيبتيك ألسر 90% من الحالات بيجيل بيبتيك ألسر بسبب مين؟ بسبب الـ H-Pylori Infection المجروب الحلزوني 90% بكتيريا بتعبر الشخص بكم كمان الـ H-Pylori ده 90% من البكتيري دي ممكن تروح من تتنقل من شخص لشخص إن كانت بتلاقيها في اللواحة في البيت عنده H-Pylori Infection ممكن تتنقل لو ممكن تتنقل بسبب كمان لو شخص الناس بتاكل الأكل في الشارع تمام؟ تتنقل من شخص لشخص عن طريقها اسمها يعني ايه؟ يعني شخص عمل ستول عادي عمل ستول في الشارع مثلا راح جيه واحد او واحد مثلا اللهم بيحضروا الأكل في الشوارع دي لها عربيات الشارع وعربيات الجبتة اللي احنا نقوف عليها ناكل عليها دي شخص اللي بيعملك الأكل ده كان لسه عامل طويلة ومخسلش ايده تمام؟ فيجي يعملك الأكل اللي هو عند وقت شابالوري يتنقل لك عن طريقه الأكل دي اسمها فكر الأولوري طريقة معفنة كده يعمى أولى الأولوري ان انت في البيت مثلا حتى في البيت ما تعرفش ان هو عنده انفكشن انت مثلا كشاب عندك ايش طيعني؟ بس مثلا والدك او ابوك ما عندش انفكشن تمام؟ انت هو اكل من وروق مثلا في المعلقة او مخسلش معلقة كويسة هو اكل وروق فاسمها أولى الأولوري تمام؟ يبقى مهم ما اقول يعني في الانفكشن ده تسعين في المية بيتنقل من شخص لشخص خلاص؟ يعمى فكر الأولوري ده هي الطريقة المعفنة لها بيت الكبدة يعمى أول أولوري أول أولوري وده موسط كومن كوزز او بيبتك ألسر يجي لك في الانفكشن ايه موسط كومن كوزز؟ هتقول له تب يقولك تب ايه هو الساكند كومن كوزز؟ الساكند كومن كوزز هو الميديكيشن السراحة الميديكيشن دي تاني سبب يؤدي الى بيبتك ألسر بالذات الميديكيشن مين اللي هي نونسترويد انتينفلماتي دراكس زي مين؟ زي البولترين كيتولاك بروفين الكلام تقول له اسمه نونسترويد انتينفلماتي دراكس بيعمل تات حاجات بيبقى هو انتينفلماتري وانتينفلماتري وانتيبيوريتك وانالجيزيك وانالجيزيك تمام؟ كمان لوش يصل بيديكيشن اسمها اسكوربيك اسيد اللي هو الفيتامين سي تمام؟ او اللايف ستايل بتاع بيأكل ايه؟ بيشرب اكل فيه اساتيك كتير بيشرب اكل ايه؟ بيشرب حاجات فيها اساتيك زي العصير البرتقان هو متخيل في الدماغة لما يكل يوم يصحى يشرب له كوباية عصير برتقان او لمونة كده يكلها كده على الصبح وكده بياخد ايه؟ هو ابياخد انديوكسنت مثل ان ت 치�ع تيأز المياه بتاعتك بالعقل ما كلش زكاء اوى برضو السموكينج الاسموكينجifer برضو من المشكلة بسبب تيكل صلي هان Fairy معناها ان السموكينج جيد دي بتقلل من افروز el Baicarbonate بالكونبيكربونات بيعمل ايه؟ البيكربونات بيقلل من الـ HCL او بيعادل الـ HCL السموكينجده تقلل من المبيكربونات اللي بيعادل HCL فبالتالى micriAції Hyperbonate jayL فبالتالى الـ HCL يحصل له ماه؟ هيعلق. يبقى يحصل لي ممكن بتكالسر. يبقى المستي كومون هي البايلوريك انفكشن. والساكند كومون كوزز هو الميتيكيشن. العمر بيفرق معي. الشخص اللي عنده من تلاتين اربعين سنة ممكن رسك يحصل له ددنا الالسر. لكن الجسر الالسر? لا الجسر الالسر فوق الخمسين سنة. بسرعة في متسيرج وون قال لك لا يعني اي عمر بيبقى متساويين لكن هنا بيقول لك يعني ماشي يخليك مع بعض هنا ددنا الالسر من تلاتين اربعين سنة ونجسر الالسر خمسين سنة. برضو الجنس برضو اه هنا في لعباتها شوية ان هو بيقول لك هنا الدودنا اللي بيحصل في الومن هيجي تحت يقول لك الدودنا اللي بيحصل في المان فما تركزش او في الحاجات دي. الجيناتك فاكتور اه برضو لو شخص عنده حتى في حلالة بتاعته عنده بيبتك ارثر او متشخص او دياجنوزز يعني ان هو بيبتك ارثر فممكن يجيل بيبتك ارثر هو كمان. اذا الفاكتور مهم جدا الاسترس. الاسترس ده بيزود الحمد اله سيء تمام فده شخصا بيبقى رسكي ان يح خلاص. طيب. اه ايه هي الاول حاجة ابدومينال ايه هي الاعراض السين والسمة بيزار عربشان ده اول حاجة ابدومينال بين زي ما احنا قلنا. بيجيلو ابدومينال بين ابدومين البين بقى الكاركتوريستيك بتاعت البين ده بيبقى ايه? يبقى ضل بين او بيرنينج زنسيشن حساس بالحرقام كده في اكل ان في حاجة مية بتغني في معدته في كماوي بيأكل في الايه? ايه يسأل ده مية نار بيتاكل في المعدة بتاعته. تمام? بيرنج سنسيشن. ان فين بقى? ان ميت ابيجاسترينج يعني في ابيجاسترينج كده. ممكن يكون بيسمع في ضهر. تمام? يبقى ميت ابيجاسترينج بيسمع في ايه? بيسمع في الظهر بتاعه. ممكن يكون هارت بيرنج زي ما احنا قلنا ساقالين برضو هارت بيرنج سنسيشن زي استومك انو. اه ليه لان بيقولك ان هنا الحرقان ده طلع من المعدة راح للوسوفيقس وبقي يطلع الفين للموس كده. حس حرقان هارت بيرنج كده في صيدره كده. تمام? حرقين في سترو. خلاص. بوكين كمان يحصل فومنينج زي ما احنا قايلين. مش لسه قايلين ان ده بيحصل في حالات الجسريك ألثر. تمام و ناتج من ايه؟ ناتج ان ديكت وبستركشن البالوريك أورفس. انا عزك تفهم بس الحتة دي. بس يا باشا. ارجع كده معايا سيكا للصفحة دي. بس الحتة دي كده. بس ما بيحصل البالوريك هنا. حصل لها ألثر. حصل لها ألثر. وحصل بعض اللي ألثر حصل كرحة. الكرحة حصل لها هيينج. بس الصورة دي أصلا. حصل ايه كرحة? وكرحة دي حصل لها هيينج. طب لما يجيلك مسلا كرحة وحصل لها هيينج. التحمد. هتكون لك هيينج؟ Зتكون لك ساقور. هم تكون لك فيبراستيشوxa. تكون لك filho dio ده هيبتدي ان هو كده يليف كده داي لما يظهر على البالوريس. يليف داي لما يظهر ايه؟ على البالوريس. تمام? هيعمل لها حاجة اسمة باللوية يتمIE Behfation 1960، هصلا تتكون هنا. ф Billie was saying inspiration symbionRRше طبعا هيبقى حاجة دائمة معاكم. تمام? هيaylaf داي لما يظهر على اليوم يعمل لك ايه؟ هيعمل بايلوريك اوبستراكشن. هيخلي العيان اي اكل ياكله. الاكل ده ما ينزلش من الستومك. لمين? للدودنم. لان هنا فيه اوبستراكشن فيه انسداد. فالاكل يقعد متراكم في المعدة جزا يوم. يعني مسلا انا اكلت اكل مبارح. والاكل ما نزلش من الستومك للدودنم. حاجة النهاردة هاكل اكل تاني اكيد من اجعان. تمام? اكل اكل تاني. قال لي الاكل القديمة ايه? ما نزلش اصلا. ما نزلش للدودنم. حصلوش هضم اصلا. تمام? فلا يحصل الاكل التاني هيرجع برا. هيرجع برا. حصل تمام? هيحصل ايه? بالتالي الاكل المركون في ده هيرجع تاني. ليه نديجة ايه كل الكلام ده كله? نديجة ان البيولوريك هنا هصلاها الصل. والالصل هصلاها هيلينج. كون لي كون لي سكارتشو هنا. عملتلي البايلوريك. طبعا دي بيبقى تتصلح بسيرجيكال وش يعني. هناخد العملية وشكل العملية. هتفهمها. هتفهمها وهتفهمها وزي الفل بس قدام شوية. تمام? ايه عملية هتكلم? هنتكلم عنها دلوقتي. بس هنشوفها قدام ونشوف الصور كمان. بس ايش تعني خلينا واحدة واحدة. تمام? اسمها ايه? بايلورو سفينيكتر. حصل لها ارصر. ارصر حصل لها هيلينج. الاكل مش عارف ينزل من السطمك للدودنم. لشين هنا فيه فالاكل ايه? بعدها بيوم. لو شخص ممكن يجيك في المستشفى بقولك ان ايه انا ايه? انا رجعت الاكل اللي اكلتهم بارح. انت ممكن تعرف كده ان حصل ايه? تعرف ان انت لازم تعمل ان هنا فيه خلاص. اشتا? فهمنا الحتة دي. يبقى اننا نتيجة في زي ما شفنا. اه نتيجة اللزبازم اللي حصل في او من ايه? من تشو اللي تكون. اشتا? فهمنا? طيب بقى. لك زي ما احنا قلنا. دي له حالات الايه? يعني ما تنزل اصلا يعني في حالات الجاستريك آلسل. وفهمنا الجاستريك آلسل اللي بيحصل فيها هي ما تمزز. عشان الاكل اللي باكله. الاكل اللي انا باكله ده بيحصل ايه? بيوضي يحك في الايه? في الكرحة. تمام? فالمعدة مش قبلية. فأنا اترجع. ممكن يرجع معدم. لكن الميلينا لازم تكون حافز. حافز بتاع الميلينا. يعني ميلينا يعني بلاك ستول. لا مش بلاك ستول بس. ركز في حاجة دي. تاري. تاري عامل شبه اللي هو اللي هو الزفت ده. تمام? اوفنسيف. اوفنسيف يعني ريحت وحشة. لسبب البكتيريا بتشتغيها على الدم بتخليه تعمه. تخليه تعمه. تخليه ريحته وحشة. تمام? ستيكي. ستيكي يعني ملزق. ملزق في بعض كده. يبقى بلاك. تاري. اوفنسيف. ستيك ستول. دي الميلينا. خلاص? يبقى شيء ايتي بيدينج. اما هي ما تمزز في حالات الجستريك يالصر. اما مليهنا ولدينا فحالات الدودينالالسر. هفهمنا الكلام دا كل. طيب؟ نعم بقى الفرق ما بين. الدودينالالسر والجستريكى الصر احنا لسه قريبها تحلوها بالملية دلوقتي. صح؟ قمنا الدودينالالسر دي. لو انها كان ذكي باستشوفة ولا شكلية شركة وانا بشرحها. قمنا الدودينالاللصر بتصب كأني حالات عمرها قد ايه؟ عمرها من تلاتين وناربعين سنة. عمرها. الحالات تكون عمرها من تلاتين من من 30 اهو من 30 إلى 40 سنة تمام؟ نتكلم اول عدودنا من كل واحدة نخشي على الجاستريك اشتا؟ يبقى دينالالرسل بحالتها من قد ايه من 30 إلى 40 سنة الحالات الصغيرة يعني في السن تمام؟ قلنا بتحصل نديجة ايه؟ بتحصل في حالات الميل اكتر مع ان هي فور علاء الفميل بس اشتاعني هنا قالوا الميل يبقى نول الميل خلاص بتحصل في حالات ايه الميل؟ ليه نديجة الاسترس طبعا استرس في الشغل والكلام ده كله اهو زي ما بيقول لك استرس جوب زيحسن ديجة استرس استرس بيزود الهزل انها اصلا دود انها اصلا بتحصل ديجة ايه؟ سنة من السائلين لما راجعنا في الميستيرجي وان وقلنا ايه دلوقتي لسه مراجعين دلوقتي قلنا ايه؟ بتحصل زيادة في الهزل زيادة في افر yourself Objection ażel هو ده السبب الرئيسي ماذا استرس يزود الهزل فتستخاذ في دادانالالز زي المانجر اللي هو المدير مثلا المستشفى المدير مكان بيعود محدود فسترس فممكن لا يد 없어 في دادانالالز نشتاب البين بقى유 بقى ده دادانالد بيبقى على طور كده داداناللل هذا داد ده بيبقى بيجايه ناحية اليمين شوية والمادي تبقت لجايه ناحية الشمال فالوجع بيكون ابجستر جبين تمام؟ بيبقى معاية في الغالب healthy pain يعني ابجسترج بين مع Right pain شوية تمام؟ بيحصل امتى? بيحصل زي ما احنا لسه قايلين. ال HCL عايز يلاقي اكلة شين يكله. طب ما لقاش اكل. هيكل في المعدة. طب بيحصل امتى? بعد الاكل بساعتين او تلاتة تلاقي عنده ايه? هتلاقي عنده وجع. او ممكن يكون هو نيم بل الله ايه صحة على الوجع. صحي كده من الوجع. ليه? لان ال HCL قاعد ياكل في المعدة. حاجة ميت نور بتاكل في المعدة تاعتك. فاكيد فيه وجع. صح? طب ايه الحاجات الغريسيف فاكتور اللي هتزود طبعا لو شخص ده ما اكل ما بيأكلش. فبتلش السيئل مش لايه اكل ياكله. فبياكل في المعدة. فده هتزود. ايه تاني كمان في الدودنا الالسر كمان اللي هيروح بالايه? بالاكل. لان الشيئل لما يلاقي اكل خلاص مش هيكل في المعدة تاعتك فما فيش بين. ديوريشن مددة موكنوات معك من شهر لشهرين لحد ما تلحم. تمام? حد بيحصل هيلينج. البوميتنج بصراحة البوميتنج انكمن مش هيع. زي ما احنا قلنا. لكن بيحصل هنا ايه? بيحصل ملينا صح? الابيضايت لا الابيضايت مش هو الشهية بتاعته مش تتأثر. تبقى جود. تمام? اتضايت الاكل بتاعه. بيبقى اكل بتاعه كويس جدا. بيبقى جود. ولكن ايه? ايد الاكل ايه يحصل له ايه? بيأكل كتير ليش من اكل بيخلي البن يروح. خلاص بيأكل للشخص ده. طبعا فيه نويتلوس. مافيش نويتلوس. طبعا زي ما احنا قلنا في الحالات دي بيحصل هي ملينا اكتر من هيما تمسل. ستين في المية ملينا. 40 في المية هيما تمسل. تمام? دي جي بقى تعالى نتكلم تاني على جاسر بق قالوا في الأساء الغازية جزاء الغازية جزاء في الأشياء الكبيرة أسف Garrido من 65 إلى 60 سنة الذي يتأكمل آآ أكبر من 40 بعد ذلكужيد أن يكون حسنا جزاء في الأشياء التي تتأأقص بشكل هكذا عليها إيجادها الغازية في الناس الكبيرة ممكن أن يكون يأخذ أولى الناس الغازية لذلك قلنا في الأساءاء الأكثر ليس في الأساءاء؟ ممكن أن يكون قدم أولى التعامل الغازية في المعدة أو يجب أن يكون يأخذا بشكل نال الغازية في المددرقس كثير мотрسبب تمام?��قدم يعني مش قول في الكبير في الكوبيران بين البين في Giob Party يensation البقاء في معها Ebigastric Bane بيسمع في الظهل لان المعدة موجودة ورا شوية تمام؟ يبقى ます because Bane مهمة about what these are Radiated Back B现在 في الغالب ، يجي لك ال年代 Epigastric B necessarily كيف يمكنه معايم مياه يا عرفية tä top voc أحتاج فما لا يسرى year وشارك prod has been robust بتحصل امتا بعد الاكل. ايه اي شخص ايه فيه عنده زي ما احنا قلنا بلي كده. تعال نرجع فوق شوية. اهو. شخص هنا ببقى عنده قرح. القرحة دي بسبب ان اي حاجة عاملت القرحة دي. او اه 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 القرحة دي. تمام? نما اكل الاكل? يحك في القرحة. فان عايز ارجعه. ارجع الاكل الفوق عشان ايه? مبقاش موجود في المائد عشان ما قدش يحك في القرحة. فانا الاكل البن هيروح باي? هيروح بالفوميتنج صح? نفس الكلام هو هو بنقوله. يبقى الوجع يحصل امتا بعد الاكل على طول? الاكل عمين يحك في القرحة? العوامل هتزود البن ايه? اللي هو يأكل. نفس الكلام يا جماعة. هيروح الاكل بايه? هيروح ايش ازة لو قعد. لو قعد الاكل هينزل شوية مش هبقت شوية عن القرحة. ممكن ننزل في الدودنام بالجرافتي. فخلاص البن هيروح. ليه? لان ان الاكل خلاص نزل فبالتالي الاكل ما بيحكش في المعدة. خلاص ما بيحكش في الكورحة اللي موجودة في الجاستريك. او شخصها يعملوا هو ديوريشن تقعد مسلا حوالي بعض اسابيع كده وبيبقى حصل لها هيلنج. يعني بيحصل لها هيلنج بسرعة. اشتا؟ كومون هو الفوميتنج. زي ما احنا قلنا. فوميتنج عشان يشير البين. الابيطايت طبعا شخصه بيبقى خايف يأكل. يعني هو الابيطايت مش بتتأثر الصراحة. بيبقى جود ابيطايت. عايز يأكل عادي. بس هو خايف يأكل عشان لما بيأكل بيبقى فيه بين. الابيطايت بقى طبعا زي ما احنا قلنا بتكلم الاكل فرايت فود اللي هو فيه السبايسي والكلام ده. طبعا معاوي تلص ليه وتلص عشان هو هنا مش بيأكل. انا كل ما يأكل يبقى فيه بين. اكيد مش هيأكل يعني. اه هي ما تمزز طبعا عشان معاها هي ما تمزز اكتر من ملينة. ليه لان مدمزة هو قصص عمالي عمالي راجع ممكن هو بيراجع ايه بلاط. الكمبيليكيشن بقى. اه الكمبيليكيشن. اه حابي بس كده. في الكمبيليكيشن قلنا الكمبيليكيشن بالنص وقلناها احنا بنشرح فوق. احنا نراجع لهم على السريع. اول حاجة ينظر dua جماع잖아 ينظر وهي اهاموري اللاجع من الحاجة. بنشرح الفراغ. بيحصل زمان قولنا في ممكن شرارة الفراغ وما تلصر مانا في حالها الطعام. الاختراك. ليه بيحصل البرفوريشانichtig يمين يا بشو؟ بيحصل virtual طيب ليه بيحصل البروتانيام كافيتي؟ ان نتيجة زيادة اله نفس اله كتير اوي بيحصل ايه? بيفتح على البروتانيام كافيتي ياكل في القرحه دي او ياكل في يعوض موكي ان حد ما يوصل البروتانيام كافيتي يفتح البروتانيام لو فتح البروتانيام كافيتي اسمها بيحصل بلوتونايتس وممكن بلوتونايتس يؤدي تسمم في الدم نتيجة القرحة دي فطبعا بلوتونايتس دي صعبة جدا. فتح البروتينية. اوعد اوعد لغباتك بالبنتريشن. يعني اختراق. يعني اختراق. يعني فتح على تاني. فتح على تاني. فتح على تاني زي يمين? امس اكتر الحاجة عارفنا هي البنكرياس. ممكن يفتح على تاني زي البنكرياس. يبقى اوعد لغباتك البرفوريشن بالبنتريشن. برفوريشن نفتح على البروتونية الكابتي. بنتريشن يعني اختراق ارجان تاني. زي ايه? زي البنكرياس دي مشكلة كبيرة جدا لو فتح عمل بنتريشن على البنكرياس. يبقى بنتريشن على تاني. البيولوريك اوبستركشن دي لسه إلينا من شوية. قلنا لو حصل في في البيولوريك. انا ارجع للسطورة عشان تفتكري الكلام. ما نسك تتلع من حضرة دي يعني صممها مفهمها. لو حصل اهو في البيولوريك اوبستركتر اهو حصل لها ايه? حصل لها الالسر. الالسر دي هيلينج. بعد ما حصل هيلينج التأمي هتكون الاسكارتيشو او فيبرستيشو. الاسكارتيشو او فيبرستيشو ده بقى كتير. تمام? لما يبقى كتير. هيمنع. هيعمل هنا اوبستركشن هيمنع الاكل نواية عادية من النسطورة للدودنم. فحصل اوبستركشن. طب هاعمل ايه? هتلاقي المريض عندي فيموتنم. ليه? عشان الاكل هتلاقي كمان لأكل اكلهم بارح مش النهاردة. فدي طبعا مشكلة كبيرة يبقى اكل عد عليه 24 ساعة معنا كده ان الاكل من النسطورة للدودنم. فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا. تمام? كده انت فهمت البيولوريك اوبستركشن. انفيستيجيشن بقى. هاعمل في الانفيستيجيشن اول حاجة هتعمل حاجة اسمها او حاجة اسمها ابر جي اي تي اندوسكوبي. اختصار بتاعها ابر جي اي تي اندوسكوبي. ايه اللي بيحصل هنا بقى? بلك بصراحة هي البريفيريت. بريفيريت يعني بريفيريت هو اهم واحد. يبقى الاندوسكوبي ده هو اهم واحد فين? في الدياغنوزيز بروسيدجيا. خلاص ليه? عشان هوا بيخلينا اشوف الانفيلميشن دوت بشوف الالسر بشوف الليشن اللي القرحة الموجودة ديت. بس انت شايف بكور حاب عينكو. وممكن كمان بكم تعمل بايوبسي. يبقى هو دااجنوستيك كمان ايه? بتسحب عينة. اه تشوف هل ال 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 ا اتطمن انه لافيهش ماليجننت اولسر. انه دعنا ماليجننت اولسر تجب انها مشكلة كبيرة جدا. تمام? اصحب عينة شيء اتأكد انه لافيش ايه? ايه قانسر اه مافيش ايه ايتش اتأكد ان فيه يبقى اهم واحد فيهم هو البريفيرد. اللي هو اهم واحد هو الابر جي اي تي بليدنج او يليه سمو اسوفيجاس جاسترو دودينال اندوسكوبي اللي هو اهو بنظهر بيشوف اسوفيجاس جاسترو دودينال اندوسكوبي يبقى اندوسكوبي يشوف انتهت حاجات دولة فسموه الاسم ده يعني او او اه او خلاص اه اه اتاني حاجة بقى الاوكيال بلاد انستول ده اه انا بعمله اه لو لقيت ان الهموغلوبين بتاع البيشن ده عندي قليل في حالات البيبتيكالسر ممكن الهموغلوبين بتاع البيشن ده لقيه قليل طبعا انا ممكن اشك ان شخص دي بقى عنده ايه عنده بيبتيكالسر فبس اه بخليه يعمل تحليل ستول تمام اه ممكن يكون في نقوة تنم صغيرة جدا انا مش شافها في البيشن بتاعي اه عشان كده بعمل الاوكيال بلاد ده بيشوف لو اه لو في بلاد في الاستول ولا لا لو انا مش شافه بعيني هو التحليل ده بيشوفه تمام كمان اه بقى كده عشان ادينه علاج لحد ما بتاع يكون نيجاتيف فول اوكيال بلاد يبقى كمان بعمله يكون فول ابلية خلاص لو ما بقاش لو كان بوزيتف وبقى نيجاتيف فخلاص كده الكرحة لحمد وبقاش فيه دم بينزل حتى بالميكروسكوب ما مش شاف دم في الميكروسكوب يبقى خلاص الكرحة لحمد يبقى لحد ما يطلع نيجاتيف يبقى جدا خلاص الكرحة وحصلها وما فيش دم بينزل وديني معيها كويسة جوا المعدة خلاص يبقى دي كلمة اوكيال بلاد استول بعملها امتى لو تشبهえっش بايلوري انتوجين ان في الحديد في الحديد في الميكروسكوب في Language alcohol اعرف شخص ده عنده اه ميكروب حلزوني او لا اه مش مكتبة عندك في البيدي اف هين بس علينا. تمام? الاتش بايولوري هنا اه خدناها برضو في ميت سيرجو ميت سيرجو وان بنفس الدرسة تاعت بيبتيك الثر وقال لك ان برضو قدش موجودة في الكتاب وزودوها. قال لك ان التست اتش بايولوري ده في منه حاجتين. واحد بيكون اسمه يوريا بريستست. اكتبها عندك يوريا بريستست. بس ده غلي شوي. فالكومون بتاعنا او الشائع بتاعنا هو الرخيص. اكيد اسمه ستول اندجين تست. يبقى تست اتتعليش بايولوري اسمه ايه? وعلينا مهم جدا اسمه وكني نجي في الانتحان. هو اسمه ستول اندجين تست. وده لشين رخيص فهو شائع. فبعمله الاول. لو قليت اه هو فبقدت ان انا اعمله بقى حاجة الاكبر شوي اللي هي اللي هي ايه? اللي هو اسمها يوريا بريستست. خلاص? المانجمينت بقى. المانجمينت بتاعنا او الحاجة بتاعته دي غيرها. زي ايه? زي مسلا. اه يوقف بقى ان انا ستول اندجين دي يوقفها عشان هيدي بتعمله الالسل يبنى عن السموكينج اللي بتقلل بايكربونيت. بتقلل بايكربونيت هتتعادل ال HCL. فدينها هتتحسن. اه يوقف اركو حين هو نفس الكمة عن السموكينج. يقلل من السرس. ان السرس ده بيزود ال HCL. خلاص? دي كلها حاجات يزود فيها خلاص? طب بالنسبة بها للدراكز. دراكز هياخد دراكز ايه? اخدنا في ميت سيرجوان. احنا هناخد نبزة هندرج. احنا اخدنا دراكز كتير. اخدنا اقوم برازول لعشرين ميلي جرام مش عارفة. اللي بنحصل هنا بقى. لكن هناخد اهم واهم اهم اهم واحد هو بروتون بومب انهيمدرز. اللي هو كنتولك بروتون بومب انهيمدرز ده العلاج بتاعه. هو المست افكتف. يبقى بيعمل سابريزيف اسد بيمنع تكوين الاسد. بيمنع تكوين الاسد. يوقف افروز ال HCL من عند جزوره. من المصنع بتاعه. من المصنع بتاعه. اسمه. ده الاساس عشان يشتغل على المصنع. بيشتغل على المصنع. بيوقف افراز ال HCL من المصنع بتاعه. من جزوره. ده اهم حاجة عندي هو هو مين? زي مين زي اللي كنتو لك اه كلام ده كله. الكلام ده كله. بيتاخد ان؟ طب ان بتاخد قبل الاكل. طب ليه هاخده قبل الاكل. هاة? عشان يوقف افراز ال HCL عشان هعرف ها يأكل. صح? يوقف يفرز انه لو انا اكلت هايحصل حيا هتفرز اي جتين و الريسيبتور بتاع الهستامين. اعمل بلوك للهستامين ستيموليتد جاستريك سيكريشن. اوقف. الهستامين اللي بيطلع على ديجة الجاستريك سيكريشن ده. زي مين? زي الزينتاك. كلمنا برضو عن الزينتاك. وكان في مشكلة في الزينتاك. وقعد يقول لك ايش طبع الجملة دي. وزود جملة تانية. وقلنا الزينتاك زي الفاموديدين. وعرفنا المنترين سيتوس بتاعتها. بس هنا بيتكلمك حاجات يعني اللي هي كشور. كشور المادة يعني. تمام? زي مين? زي الزينتاك. زينتاك برضو بيتداخد قبل الاكل. كان زمان او بناخد يعني من طبع تاربع خمس سين كده كان بغضو زينتاك. دلوقتي بقوم يمشوا بتاعنا هو هنا الزينتاك هنا او ده حاجة مساعدة. مش حاجة اساسية لأ هي حاجة مساعدة عشان امنع اه امنع اللي بيحصل يعني. تمام? اسمها حاجة علاج مساعد. اكتب جمعها كده. علاج مساعد. مهمة الكلمة يا جماعة. علاج وهو علاج مساعد وليس مش بيوقف من المصنع. ده بيساعد معي بس. زي الزينتاك. خلاص? ااا انداسد بقى طبعا احنا عارفينش ان شخص ده بيبقى عنده الزيادة في افراز اله سيل الكتير. شخص ده بيبقى افراز اه عنه هتدير حاجة اناتاست تمنع افراز اه يعني مش تمنع افرازه هي خلاص هو اتفرز هو بيتفرز. مش بتمنع افرازه هو بيتفرز. لكن هي بتعادل الحمودية بتاعته. سماء التاسد. زي طبعا هاخده بعد الاكل. ان بعد الاكل بيحصل ايه? الانشي سيل بعد الاكل هيبقى موجود. يعني قبل الاكل مش هيبقى موجود صحي كده? بيحصل بعد الاكل. هاخد المالك زي امتى? بعد الاكل. كيفين ساعتين بعد الاكل او وانا رايح انام كده ااخدهش انما يتفرز الانشي سيل ده يعمله ايه? مش مش بيوقفه. مش بيمنع تكوينه. هو هنا الجملة دي مش صحة قوي يعني. هو يعني ايه? يعني بيعادل بيعادله مش مش بيوقف تصنيعه. مش بيوقف تصنيعه. هو بيبقى موجود بس هو بيعادل الاسد بتاعه بسمه ان تست. تمام. طيب. لابانا لو ما نفعش مع اي حكا في التريدمنت و الدراج وكلام ده كله. خشي في سيرجي. احنا قلنا في السيرجي اهم حاجة باشى عندي هنا هي البايلوربلاستي. ايه البايلوربلاستي? يعني عملية في البايلوريك. احنا مش قلنا في البايلوريك هنا. ركز معي بقى. ركز معي في الباريك اللي بيحصل بيحصل اوبستركشن. ليه حصل 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 ارصق حصل هيلينج بعدها كون لفايبراتيشو سكور. طب عملت اوبستركشن. دي طبعا عملية جراحية مهمة جدا. سنة هجل لكس روحة هدلوقتي. اهو بيقولك في ايه? بيعمل اوبنينج للبايلوريس. بس حصل لها اوبستركشن دي جد الالصر اللي حصلت عملاها هيلينج والفايبراتيشو بتكون والسكور تيشو بتكون. هو عمل ايه هنا? عمل اللي ايه للايhrlich بسمها بأسمها بividadيشو برضو بيبقى مقاشا شاشة اسماها فاجداومي. فاجداومي يعني بيقطع للاي awareness طبعا حكتين يمى اللي هي للايه telescope. وكمان برضو اللي بيخش تحت عملية اللي هي للاي Element baby. باسترkore video poly critic. ان هو بيبتدي ان هو يقطع اا بيعمل يا practice. اللي هو مسؤول ان هو يعمل لازود في المعدة. اهو بيخش يختار النيرف اللي هو بيعمل يقطاعه. تمام? ويمام الحاجة اسمها زي ما احنا قلنا بيعمل لها البالورو ايه? اوبنينج للبالوريس. دي طبعا عملية البالوروبلاستي خلاص. في في عملية تانية اسمها اللي هي العملية دي اسمها عملية اللي هي انتريو كوتومي يعني ايه? بيعمل المكتوبة هنا في البيدي اف ريموفا للبالوريك بورش لا هي ريموفا للانتريام. ريموفا للانتريام بحاجة اسمها انتريام there is a stomach, بشير الجزء ده ده جزء اسمه الانتريام. اللي هو اخر جزء في الانتريام اسمه الانتريام تمام? وبيعمله حاجة بسمها توصيلة بوصل اسمها أناستموز بوصل اخر جزء بين الانتريام بالا anymore? بالدودينام ده اللي هو الدودينام ده بوصل ب также بسيارة بعد جزء استوانه vais بساسر جزء اخر جزء من استومك اللي هو اسمه anti-uxe. طبعا لو اقدنا الاناتومي هنكون فاهميني الكلام ده. راجع لاناتوم بتاعك. مهم ما علينا ما تنجش اسم تراجع يعني هو اسمها الانتريام. الانتريام ده اللي هو اخر جزء في الاستومك. طبعا اه ضيقت الاستومك شوية. صغرت الاستومك شوية بس هعمل ايه يعني? المكان ده كله قلصر وكرح وكلام ده فحامنا شلته. وصلت اخر جزء بالاستومك. ربطته بايه? بالجوجنم او الدودنم. اهو. هنا الدودنم او الجوجنم وربطت بايه? ربطت بيها ايه? الاستومك بتاعتي. سميناها ايه? سميناها انترياكتومي. تمام? كده خلصنا. انت كده فهمت البيبتيكاليسر خلاص. فهمتها وفهمت السيرجيكال وكل حاجة. خش بقى النيرسيج بقى. اول حاجة نيرسينج اسيسمنت. تعملي في نيرسينج اسيسمنت. اول حاجة اسيسمنت للتسجيبشن بين. البين ده عامل ازاي? هل هو اللي هو بيرنينج بين? هل هو مسلا بيسمع ابيجاستر كبين ويسمع في الظهر ولا بيجاستر كبين بس? هل القلم ده بيزيد بايه بيقل بايه? طبعا انت لما تعرف ان هو مسلا القلم ده اا يقول لك اا دكتور الصراحة مسلا البين ده بيزيد لما جا يكل البين ده بيقل لما 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 يكل مسلا. فطبعا على اساس كده لو مسلا لو البين ده بيحصل على طول يبقى طبعا ده اا جاستر كالسر. ليه ان ان اكل عامله حق في الالسر فبيعمل له بين. فانت فهمت دي نيه ماشي ازاي? خلاص? اسيسمنت. ايه الحاجات اللي بتشيل البين? زي ما احنا قلنا. شخص زي مسلا البين بيروح لما ما يكلش. لما لما يبقى ليه? لان هو مش عايز اي حاجة تحق في الالسر اللي عنده. خلاص? هو مشكلة مع انه في قرحة في الجاستر كالسر. في الوستومك. هو اي حاجة بيكلها او حاجة اي حاجة ولهitخش المرات وتعملو بين. يبقى ليف بين مسلا هو ايه هو وهبل Freedom. وهجازة عكس مسلا في دونالالالسر احنا اتكلمنا ليهه وفهمناها خلاص. اا 어� недهات بقى default on for delimiting. شوف بقى هل فيه دم مع removed or not? هل فيه متمزز و لا? هل الاكل ده من قبل اربعه اه الاكل ده اكله. انا شاهدت المسلا. اا اكل مسلا اكل مسلا اكله معينه هذا انه شفتها في المادة بس الاثاكل ده اكلها من قبل 24 ساعة فنتأكد ان في بيولوريك ستينوزز في تضييق في البيولوريس نتيجة الجاستريك او ديته باستراكشن الجاستريك او ديته باستراكشن او البيولوريك ستينوزز هو هو نفس القسم كده لازم يتعامل له سيرجري اللي هي البيولوريوبلاستي. آآ باسيسسمنت للبيشنت عددا للفود انتيك والفود حابت عشان نشوف هو بيحب ياكل ايه وعدد اكلوا ايه وعدد اكون. آآ نيرسينج دياجنوزز بقى عملت اشوف بقى دامتي ايه نوقع يكون عنده آآ نيرسينج دياجنوز هقولي اكيوت بين ليه ريد تو بيبتك اولزر. امبلانس نيتريشن ريد تو جينجين دايت. ليه لان كل ما يأكل حاجة يجيله بين فبالتالي ما بقى ايش يأكل فبعنده ويت لوس. امبلانس نيتريشن ريد آآ عنده آآ يعني نقصف المعلومات عن ان هو آآ ازاي يمنع آآ بريفنت للسيمبتوم ان هو يعمل منيجمنت للحالة بتاعته كلام دا كله. تي نيرسينج دياجنوز. هبقى نيرسينج دياجنوز. اول حاجة هدف ان انا اعمل ايه? ان اريليف للبين. صح? بشخص جايلي بين. اول حاجة عملنا ان انا اليليم في البين. اقلل لانكزايتي. اطمنه شوية. اعمل مانتيننس دي نيتريشن ركوارمنت. نونيج اباوت مانجمنت. ادينه معلومات. هو كان عند نونيج تفزيزت عن الانجمنت للسيمبتوم. لا ادينه معلومات عن الانجمنت للا بتاعه. وازاي يعمل بريفنتك للالسر. ان هو يترجع له تاني يبنع الالسر تجيله تاني. طبع ممكن الالسر تجيله تاني. ان هو برضو لسه لسه بتاخد نسترويد. لسه بيشرب سجيه. طبعا كنت اقول لها كل حاجات دي. هترجع الالسر تاني. حاول انا اشيل الاعراض خالص. للايه? طبعا اسأله على. اسأله على حاجة اكيدة لان المريد مش هيشتكي من ده. المريد جاء لك. المريد جاء لك سبب البين. مش هيركز بانه اقول لك لونيج ايه. طبعا انا بسأله. بيشد مش عارف. عندهش نوليج. بانه اللي بسأله. بسأله عن لونسطول. لانه طبعا احتمال يكون بياخد ايرن واحتمال يبقى لونسطول بلاك عادي. يعني ايرن ده بياخد ايرن ده بتعود ان السطول تعويق بلاك. اسأل بقى المريد هل السطول ده بلاك بس? ولا في بلاك فيه تاري? اه شبه التزيفت ده كده? ولا هو اللي هو ملزق في بعض? ولا هو فيه اوفنسف ريحت وحشة? هيقول لي. لبقى طبعا لو قال لي اللي هو بلاك تاري اوفنسف ستيك ستول يبدأ طبعا شخص اللي عنده ملينة يبقى شخص اللي عنده ايه? غير اللي هو بتاع الايرن. فتركز في الحاجات دي. طبعا في الحاجات دي. كومبليكيشن اوف مانشمنت بقى. تعمل اه مضعفات المضعفات داس على شخص ده. زي ما احنا قلنا برضو جي ايدي بليدن. تسألينها من شوية. طبعا لو شخص ده جال مضاعفات. اعمل ايه? اعمل اول حاجة بركب له صح? شخص اللي جالك عنده ما تنزز عنده ملينة. هتعمل ايه? هتركب له طبعا اول حاجة تركب له. اهم حاجة تركب له اتنين كبار. اتنين كانولتين يكون يعني عرطوم كبير شوية. كانوا اخدر كانوا رصاصي. عشان طبعا شخص ده انا دخل في تشوك. لو دخل في تشوك بيحصل كل الاوردة بحصلها بصوك ونستريك شار. حصل لبصوك مستريش مش هتلاقي له اولادة خالص. تمام? شو ازا عنده جو ايتي بليدنك تأسس للفينتنس. ما ممكن يكونه تشوك. اه فدازم تخلي بالك. تمام? اسس للفينتنس والتسنس. تشوك ده لو لو اه لو بقى فينتنس مش واعي وفي دوخة طبعا ده كده. اه دخل في واكسوجين مش بيوصل كويس للايه? ما فيش دم يوصل. ما فيش دم بيوصل للبريين. فخلي بالك. مونيطور الفيتانس ساينز تاكيكارديات ليه جازة عنده تاكيكارديا اكيد. هاي بوتينشان بلات فوليوم بي ال. نتيجة اللي حاصل هنا اصلا. فطبعا في هاي بوتينشان. في تاكيكارديا. في تاكيكارديا ليه? ليه? لان كمبساطر الميكانيزمي من القلب. في تاكبنيا. ليه تاكبنيا ليه? عارفين ان الدم ده هو اللي بيحمل اكسوجين. صح? الهيموجلوبين ده بيحمل اكسوجين. بالهيموجلوبين مفيش هيموجلوبين. ليه نديجة البريدينج اللي حاصل ده. فبالتالي شارة زيارة عن تاكبنيا. مفيش حاجة بتاحمل اكسوجين. حاسس ان هو ايه? مفيش اكسوجين اصلا في جسم. تاكيكارديا. آآ طبعا بحط التاكيكارديا في الحاجة اسم اللي هو رجلية تبقى فوق ورصة تبقى تحت شوية. طبعا ده اي حاجة عشان امنع اه او ممكن احط بتاعي طبعا لو في بوميتنج بحطه في الليفت سايت. اهم حاجة في الليفت مش في الرايت ها? في الليفت سايت حاجة طبعا عشان مخشش يحصل له يعني. آآ امنع نيمونيا. آآ اعمل طبعا احنا قلنا عشان فيه الموجلوبين بيقل. الموجلوبين ده بيشي الاكسوجين. فبقى من كده كده بحطه على الاكسوجين سيربي. حتى لو اكسوجين متاعه كويس. بحط اكسوجين سيربي برضه. تمام? انسيرت آآ آآ بيركيب له طبعا آآ اسطرة باولية. ليه? عشان اتابع عن منوط الانبوت اوتبوت. صح? انه طبعا اما دم اهو بيجيب دم اوت يبقى انا كده فلسيف زون. ليه? اما دم بيجيب دم اوتبوت آآ يجيب يورين اوتبوت سوري. يورين. يورين اوتبوت. كويس. يبقى الدم بيوصل لكيدني كويس. ان كيدني دي اول الورجن بيجي له بلط. تمام? وهي جدا. دم بيجي لها دم. بيجي لها وبيتطلع على اليورين. بتعمل له فلتريشن واشتزال فل. فانا كده في السيفزون بتاعي. خلاص? يبقى دم هو بيجيب اوتبوت يبقى انا تمام اه واعمل لها لفاج يعني لفاج يعني بعمل لها ووشنج بس خل بالك. خل بالك في حتة لفاج دي بعمل لها نزو جاستريك لفاج بعملها اول ما اركبها. وقبل ما شلها مش عملها على بطولة يعني مش كل ست ساعات ارو هعمل ووشنج لفاج او لفاج للنزو جاستريك ليه? طب ليه مش بعملها كل شوية? لان طبيعي طبعا يتكون عندي طب لو عملت كل شوية اه في عندي كرحة في مهدتي فبراكة هذا في موز رجاستريك تيوب. طبب ان في حصل؟ اينا طبيعيا اتكون عندي كل ح любود عشان كرحة تلحل ويحصل لها حająل. طب لو لا كنوش اعمل اجل لو نزلها مها او اعملها john nicht الانيل لليش هتلحم. بان الحاجات دي مش هتلحم. مش يحصل لها . لو كل شوية هيحصل اللي البلات كنتز بتتكون دي. فبالتالي يكونش ههي حصل لها عشان تبني اللي ب?", عشان دي عمل لها هيلنج. خلص. فأنا خلوش هعمل لها لفوش ععمل لها لفوش عمل لها لفوش عقاد اخسل فيها. فبدل الآن انا هيشيل طبة دي. فيحصل لها خلوش هها لفوش ريبليتersch هك Belize عن بتاع الخلاص يبقى عمل لها لقفاش مرة اول ما نركبها ومرة قبل ايه ما شلها خلاص طبعا بعالجه اه بديله بعالج دي عن طريق انها تديره وديره بلود طبعا بديله اه بي بي اي اللي هو تمام مش بطوله اورال بطوله ايه ايه تمام كده يكون خلال الحمد لله خلصنا محاضرة حاولت ان انا فاهمها لك وهدمجلك اللي انت خدته بكده وفكرت به شوية عشان دينا دي بقى سهلة معين شكرا